يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يحصلوا أثناء إقامة الصلاة سواء صلاة الجمعة أو غيرها وعندما يتراص المصلون في الصف الأول ليقتربوا من الإمام يدخلوا بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضون بأيديهم من في الصف الأول ليقعوا في الصف هل هذا جائز لهم مع العلم أنهم متأخرون ومن في الصف الأول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة أعيد السؤال يقول يحصلوا أثناء إقامة الصلاة سواء صلاة الجمعة أو غيرها وعندما يتراص المصلون في الصف الأول ليقتربوا من الإمام يدخلوا بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضوا بأيديهم من في الصف الأول ليقعوا في هذا الصف هل هذا جائز لهم مع العلم أنهم متأخرون ومن في الصف الأول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة لا مانع من ذلك وهذا رغبة في الخير إذا رأيت أن الصف الأول صار فيه فرجة فإنك تبادل إليها اغتناما للأجر ولا باس بذلك إن شاء الله نعم